هذه المواجهة ليست كسابقاتها بالمرة مختلفة تماما لأول مرة تكون هناك مواجهة وطنية شاملة تشمل فلسطين كاملة الجغرافيا بمعنى فلسطينيين عام 48 والضفة الغربية والقدس وغزة الفواصل بين الشعب الفلسطيني الذي وضعها الاحتلال وحافظ عليها وقسم الشعب الفلسطيني كلها زالت وبدأ الشعب الفلسطيني وكله اليوم يطالب ويواجه عدو واحد ويظهر أمام العالم كشعب يطالب بحقوقه الكاملة وبالتالي حقه بالسيادة والحرية مطلب اليوم ليست يقتصر على قطاع غزة بل في القدس والضفة الغربية وكامل الجغرافيا الفلسطينية هذا هو الجديد الجديد الثاني هو الانكشاف الكامل للجغرافيا الإسرائيلية أمام ضربات المقاومة بحيث أصبح لديها القدرة لشل الحياة اليومية داخل هذا الكيان على كامل المدنه وتجمعاته وهو أصبح في قبضة المقاومة ويستطيع أن يصل إلى أي مكان وبالتالي هذا الانكشاف بالتأكيد هو تاريخ جديد لأول مرة تتعرض دولة الاحتلال التي لا تقهر وتقول بأنها هي تهيمن على المنطقة بالكامل ويلجأ إليها بعض الدول للحماية اليوم هي غير قادرة لحماية مواطنيها وحماية أجوائها